اشتركوا في القناة الى اسفل لانه مكتوب على الايد يحملونك طبعا لما نعمل دراسة تحليلية في التجربة الاولى قالوا ان كنت ابن الله قول ان تصير هذه الحجرة خبزا فالمسيح قال له مكتوب لقم الشيطان في التجربة التانية قال له مكتوب هل ممكن ابليس يستخدم المكتوب يوقعني بسهولة جدا طب هو يعرف المكتوب بس وقح ده وقح جدا فقال له مكتوب لكن انا هاخد بس فكرة الرغبة في نيل مديح الناس وزي ما قلت ان هدف التجارب يبعده عن الصليب فلما يرمي نفسه من على جناح الهيكل الجماهير قاعدة تحت يشوفوه محمول على الاياء دي كله هيسقف له وانملكه وبدون صليب مش كده دي الكارسة الكبيرة لكن الفكرة مين ما يحبش تصفيق الناس مين ما يحبش نظرات الاعجاب كده بيه من الناس فيقول له ايه طرح نفسك ودي يعني مكيدة بيوقعنا فيها فانا عايز مديح الناس اذا تبرعت هيكتبوا اسمي على عمود الكنيسة صح بارك يا رب عبدك عزة وانا عايز دي مش كده او عايز اساعد واحد انا اطلع وديله فانا ابا كده يعني بالنسباله ما شاء الله الرغبة عايز اطلع على المنبر انزل الناس فرحانة بي امام الرب اقول لنفسي يا رب خليني اكون عايز افرح قلبك انت مش افرح بمديح الناس عايز اجبع قلبك انت مش الرغبة باني ابهرت الناس انا عايز اكون مرضي قدامك فالرغبة في نيل مديح الناس خدعة كبيرة جدا كل انسان بيقع فيها لكن ازاي اتعلم لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك ازاي رغبتي رضاك يا رب مش رضا الناس ولا مديح الناس فيقول له اطرح نفسك بقى كل الناس هتسقف لك مين مش عايز كل ده في الكنيس يا اسيس نظام دي الناس بتزعل لو ما مدحنهاش من على المنبر او لو ما قلناش اسمها فيه معرفش ايه عايز الاسم يبان عايز اطلع في الصورة تيجي الصورة تلقى الوعد عملي طلع كده يعني كله فدي الرغبة في نيل مديح الناس لا وكمان فكرة تاريخية انه فيه شخص قبل المسيح رمى نفسه من جناح الهيكل طبعا مات يعني فده مات انت اثبت نفسك يعني فالقصة ما زالت موجودة في ازهان الناس يعني فاعمل ايش اللي هيكة يعني تخلي الجماهير واو طبعا تملكه على طول تملكه وبدون صليب وبنجح ابليس لكن بارتو حتى لو قلنا فكرة بدون صليب اذا هي نفس الفكرة انا المفروض اعيش الصليب والصليب اماتة للذات لكن ابليس عايز ياخدني الايه للذات هي نفس الفكرة نعم الذات ان الناس مبسوطة مني انا ماشا الله كبير قوي لكن انكار الذات هو ده العملية الصعبة اشتركوا في القناة